مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مرائد نشرة تحوال التقصي تطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تي في نبدأ هذه ورقة الجوية الرئيسية بها بأصورة من وحة الولجة بضبط من خنشلة أكيد منظر طبيعي جميل يحببا عن جمال أماكن مختلفة بلادنا الجزائر اليوم اخترنا لكم مدينة باتنا كوجهة سياحية بنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدين الكرام مع فجر النهار الغد استقرار جوية على العموم كما اللحظوا على الولايات الساحلية الداخلية ولاية الهضاب العليا زواب عرمليا مشطة الحيطة والحذر على إليزي وجانت درجات الحرارة إن شاء الله بإذن الله درجات حرارة فصلية على العموم على 12 درجة على الجزائر 9 درجات على الولايات الداخلية 7 درجات على ولاية الهضاب العليا 15 درجة على تينيوف 16 درجة على بن عباز إذن الوضعية المرتقبة إن شاء الله بعد ظاهرة مهار الغد بإذن الله استقرار جوبي يبقى في الموعد سحب كثيفة أجواء غائمة على الولايات خاصة الشرقية على قسنتينة تيسمسيت حتى سطيف الصفة يعوم على أغلبية الولايات زوبة عملية نشطة على منطقة تندوف بالضبط راتريا حترى من 40 حتى 70 كم في الساعة درجة الحرارة إن شاء الله وبإذن الله بعد الظاهرة تبقى درجة حرارة فصلية 23 درجة على الجزائر 25 درجة مئوية على وهرنس 27 درجة مئوية على تلمسان 31 درجة مئوية ينسجوها على بشار 33 درجة على تندوف وفي الأخير 40 درجة بأقصى الجنوب برج برشي مختار عنقزة معين أزوى وأباليسة للملحة والصيد البحري مشاهدين الكرام البحر على العموم مضطربة سوحيل الشرقية قليء اتراب سوحيل الوسطى حتى الغربية مع اتجاهات رزاح مختلفة مشاهدين هنا نلحقنا الختام وعد نشطكم الجوزة الرئيسية لنهى الغد نختمها بغايةكم الفلكي لشرق وغروب الشمس لمزيد من المحلومات مع لكم غير تزوروا أكيد مواقع قناتكم قناة وطنيو تيفي لاي دايما في الخدمة بقاوالأخير تلافرحتكم